اشتركوا في القناة المتهمين بيتم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية هنا نقف قدام طلب وأخذ إذن هناك طلب من المسؤول وأخذ من المسؤول وهذه طهم النيابة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبد الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في ودي النطرون إذن هناك طلب لرشة عينية ومادية في مقابل تقنين إجراء مساحات طب هو ليه التقنين ده؟ ده أول سؤال ليه التقنين ده ممشيش بالإجراءات القانونية هل لأنه الطالب كان أو الرجل الأعمال مقدرش يقنن أو مقدرش يقنن أرضه عن طرق القانونية أم أنه كان يطلب ما ليس له بيه حق؟ ده سؤالين مهمين جدا أنه نسألهم في هذا الأمر وقد تمثلت هذه الهدايا فيه بقى بصوا بقى على الرشة اللي مكتوبة فيه النيابة والحقيقة أنه موضوع مؤسف بصراحة ومخجل أن أنا أقرأه لكم بس طبعا يعني لازم نقرأه عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين ده مش لازم يكون الوزير يا جماعة لأنه متهم في هذه القضية الوزير ووكيل الوزار مدير مكتب أول حاجة طالب 140 ألف طالب عضوية في النادي الأهلي مجموعة ملابس من أحد المحلات الأزياء الرقية قيمتها 230 ألف جنيه معلش يعني هدوم إيه اللي بـ 230 ألف يعني أنت حترتاشي عشان شوية بدل وفستين معرفش ولا إيه بـ 230 ألف جنيه وبعدين معلش يعني يعني هنشتري كم بدلة خمسة ستة يعني 230 ألف جنيه ده كتير قوي إيه بنشتريهم كلهم بريوني مثلا ولا بنعمل إيه يعني إيه نوع البدل يعني أنا بشتري هدوم يعني علشان أشتري بهذا الرقم ده لازم أكون بشتري كل هدوم ماركت شانال مثلا ولا حاجة يعني إيه اللي بـ 230 ألف جنيه اللي حصل عليه السيد الوزير أو وكيل الوزارة ده برضو موضوع غريب جدا وبعدين هي الرشوة تبقى النادي الأهلي وهدوم بـ 230 ألف جنيه ده غريب جدا الحصول على هاتفين محمولين قيمتهم 11 ألف جنيه ده إحنا بنرتشي بـ موبايلات افطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألف و 500 جنيه فيه فطار بـ 14 ألف و 500 جنيه في رمضان ده إحنا عزمنا بقى نص قرية مثلا واللي عملنا إيه طلب صفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فرد الحج بأحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي أنا بقى وقفة قدام القصة دي جدا حج إيه إيه اللي عن طريق رشوة حج إيه اللي مش بفلوس حلال يعني هو الناس ترتاشي وتبتز وأهليهم عفوا يطلعوا يحجوا ويدعوا لهم بالغفران حج إيه اللي عن يعني هو الحج ده جماعة مش حاجة بنكلم فيها ربنا رحيم فيها لربنا أن يخفر لنا ولا إحنا بناخد فلوس وربنا يخفر لنا هناك ده برضو موضوع غريب جدا ومع دي كلها تهم يا جماعة برضو يعني عشان أكون دقيقة طلب وحدة سكنية بإحدى المنتجات بزمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 مليون و 250 ألف دنين يعني يمكن دي اللي يكون شوية يعني رشوة يعني عليها الطلع زي ما بيقولوا وأصفرت التحليات أنا متهم في تلك القضية كلهم من صلاح الدين هلال وزير الزراعة ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة والراشي أيمن الجميل محمد رفعة عبد الجميل والوسيط محمد محمد فودا وقد ألقت لجهزة الرقبية القبضة على وزير الزراعة صباح اليوم عقب مغادرة مجلس الوزراء وتقديم استقالته وقد تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم على دمة التحقيقات وتنوه نيابة العامة أنه سبق صدور قرار بحضر النشر في هذه القضية وأن القرار ما زال ساريا عدم يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام حفاظا على التحقيقات وأدلتها أولا أنا سعيدة جدا أن هذا البيان ظهر لأنه الفترة اللي فاتت كان في مجموعة من الشائعات مستمرة طالت الكثيرين وأظن أنه لابد من رفع حضر النشر في هذه القضية لأنه خلاص مش هينفع حضر النشر أكتر من كده لأنه ده أمر صعب جدا يعني حضر النشر وما لم يعني يوازيه من حضر تسريب أدى إلى أنه القضية دي طلع فيها وزراء وطلع فيها صحفيين وطلع فيها عصبت التمانية وطلع فيها عصبت العشرة وطلع فيها كل حد يعني القضية دي كمية الكلام والشائعات التي طالتها كثيرة جدا فأنا سعيدة أنه النيابة أظهرت هذه القضية عشان تقول أنه بوضوح لا يوجد وزراء آخرين في هذه القضية لا يوجد وزراء آخرين في هذه القضية ولا يوجد أي حد تاني في هذه القضية دي فيها الأربع أشخاص دول حتى هذه اللحظة قالوا أن يكون دقيقة حتى هذه اللحظة احنا معرفش التحيات هتقول إيه وهتعمل إيه ولكن حتى هذه اللحظة طبقا لبيان النيابة لا يوجد وزراء آخرين لا يوجد صحفيين لا يوجد أي حد تاني حتى هذه اللحظة برضو أنا يعني ما بكشفش عن الغيب ومش من حق أن أنا أقول المعلومات التي لديها لأنني كمان ما قدرش أكون واثقة منها حتى تصدرها النيابة احنا لا نروج الشائعات لا نتهم أحد بالباطل وخلونا نكون حريصين جدا لأن أي حد سواء في القضية دي أو في غيرها يبقى متهما حتى تصدر المحكمة والقضاء يصدر كلمة الفصل في هذه القضية